أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم وسلم على الرحمة المهدات للعالمين وصل الله وسلم على سائر النبيين والمرسلين يا رب اغفر ذنوبنا يا رب كمجمعتنا جمعنا قدم حبنا رسول الله يا رب شفنا واحد شفا اللي عمرنا ما تستخطى علينا ولدنا والدكم الله يرحمنا الله يدخل عليهم الروحة والريحة جيراننا وننهلم دينا الله يجعل سيد ربي يرحمنا ويستعى عليهم اللي رف العذاب الله يرفع عليه العذاب واللي رف الرحمن الله يزيد الرحمة على الرحمن احنا الله يثبتنا وروحنا على خير والحاجة الله يقعد وساده والله يجعل سيد ربي يكون معاه اللهم يا رب يكون معاه وكله يا رب العالم وحس السلسلة في هذه الشيطان اللي كانت دينا على اليوم الحق اليوم الدرس الرابع اليوم الحق ذلك اليوم الحق على يوم القيامة كما ورد في صورة عام ذلك اليوم الحق تكلمنا إن شاء الله تبارك وتعالى على أما يوم الحق في القرآن له أسماء كثيرة في الدرس الأخير كان فوح الموت بركان وقلنا الغاية والحكمة من كون يوم القيام له عشرات الأسماء في القرآن الآن شاء الله تعالى نتحدث عن هذا اليوم في أمور أخرى بالنسبة ليوم الحق في غمرة أشغال الناس وغفلتهم عن الله كما رأيقول سي شغلتنا النعاج والخلفان والحضراء والعشاوات ينسى الإنسان يوم القيامة يغفل عنه وهناك من يستبعده مازال بعيد وربي يقول لك إنهم يرونه بعيدا ونره قريبا لأن يوم القيامة بالنسبة للإنسان كفرد هو اليوم الذي يموت فيه فمن مات فقد قامت قيامته رأى الملائكة ورأى كل شيء يوم القيامة التي يجمع الله لها الخلائق كما سنرى في يوم المحشر على أرض بيضاء كقرس النقي ذاك له موعد وله أجل لكن الله تعالى حينما يتحدث عن يوم الحق وعن يوم القيامة وعن زمانه يستعمل ويا عجبا فعل ماضي فكأنه وقع في علم الله اقتربت الساعة وانشق القمر لم يقل تقترب الساعة لم يقل ستقترب الساعة اقتربت فالله استعمل صيغة الماضي ليوقن الناس أن يوم القيامة ويوم الفصل والعرض على الله قريب 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 قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر اقتربت قال تعالى أتى أمر الله فلا تركت النبي لما أنزل الله عليه هذه الآية وكان مع صحبه وعصابه ما يصيبه عند نزول الوحي فقال له جبريل أتى أمر الله فوقع فلا تستعجلوه ثم أتى فعل ما أتى أمر الله الذي توعد به العصات ووعد به المؤمنين لم يقل سيأتي ولكنه أتى في علم الله تعالى فكأن الأمر واقع لا محالة والنبي عليه الصلاة والسلام يصور زمانه وقتراب موعده تصويرا بليغا في سنته القولية والفعلية صلوا عليه فيقول عليه الصلاة والسلام يبين قرب القيامة أو وقوع القيامة عما قريب فيقول عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهذين وزيد كما لو وإن كادت لتسبقني وربي ربي 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 معت مئة وعشرين ألف قلت أربعة وعشرين في النبي فاتوا قداموا وتسعة وستين أمة قداموا وإحنا الأمة الأخيرة والنبي الخاتب فلقد بعثت أنا والساعة في نفس الزمان ولحسن الحظ كادت تسبقني أي كادت تقوم القيامة ولا أبعث مش حال رح نعظ لكم من اللي تبعثني بي خمستاش القرن خمستاش القرن وقال لك ننبس الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهذين وإن كادت لتسبقني وفي سنته الفعلية عليه الصلاة والسلام يخبرنا ذات يوم عند الأصيل الأصيل هو من يتكون الشمس غريب فقال لهم عليه الصلاة والسلام أترون ما بقي من هذا اليوم قالوا ما بقي إلا أن تغرب الشمس فهي قد شرعت في الغروب فقال لهم عليه الصلاة والسلام ما بقي من دنياكم لتقوم القيامة وتعرضون على الله إلا كما بقي من هذا اليوم فالعمر عجل وعاجل ولكن حكمة الله اقتضت أنه كلما قل الشيء إلا صار عزيزا وكلما قل الشيء إلا توافدت عليه الكثرة لقلته فلما لم يبق من الدنيا إلا كما في هذا الكأس كما وصف رسول الله لو كانت الحياة هو الكأس المملوء فإن ما بقي منها عند بعثة النبي هي هذه القطرة من الماء أي ذهب تسع وتسعين في المائة من زمانها ولم يبقى إلا هذا الواحد من المائة أو الألف فإذا بقي من الماء القليل في الكأس وكثر الناس واحتاجوا لشربه وهم ضامئون على الدنيا جائعون على الدنيا فإنهم يتكالبون عليها وإذا قسل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون لأننا قليلوا الناس بزاف كل شيء يبغي يمشي يديها انساءوا أخرى لأننا قليلة فيلهو الناس ويتنافسون عليها ويتقاتلون عليها وقد علموا أن ماء الدنيا يشفه ماء البحر كلما ازددت منه شربا ازددت عاطشا ولا يملأ جوف بن آدم إلا التراب فمن كان له واديا من الدنيا من ذهب تمنى واديان ومن كان له واديان من ذهب تمنى ثالثا ولا يملأ جوف بن آدم إلا التراب ويتوب ربك على من تهب لا إله إلا الله محمد رسول الله يصور النبي فترة إقامة الإنسان في الدنيا تصويرا بليغا كرجل كان في صفر في فلات الصحراء غادي فلما توسطت الشمس كبد السماء فاشتد حرها ولهيبها صادف الرجل المسافر شجرة في البيلاء شجرة قد ألقت بظلالها على بساحة جغرافية ضيق على قدر طول أو قصر الأغصى وهو تعب من صفره فقال أختبئ من شدة حرارة الشمس بظلال هذه الشجرة وأرتاح قليلا سأخذ الراحة ثم أتحين الفرصة عند برودتي من ناخ ونمشي تكون ريحت وتكون بردة القاضية نربح زوج نظلل والرياح وحتى تبرد ونمشي فقال عليه الصلاة والسلام ما لي وللدنيا إنما مثلي والدنيا كرجل استظل تحت شجرة ثم قام وتركه أنا أحسب لي قد يطول فيها قال فيها أقدر الدنيا ومن يجب أن تتكلم عن الدنيا وش حال قال فيها أنا أحسب لي قد يطول مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مختجرة الدنيا مليخ الخرب حتى نعطى لأسي دربي نص استر آية واحدة هذا هو المثال للدنيا ولذلك مهما طال بقاؤك فيها فإن كل آت قريب حينما يؤتى بشيخ المعمرين من الرسل نوح الذي مكث في قومه يدعوهم ألف سنة إلا خمسين عاما دون احتساب العمر قبل البعثة يأتيه ملك الموت فيسلم عليه فيسأله هذا السؤال الغريب العجيب قد عمرت طويلا يا نوح وحان أجلك كيف طورك وجدت هذه الدنيا وهذه الحياة التي عشتها فصور بقاء المسلم رغم طول بقاءه في الدنيا هذا التصوير البديع في جملة فقال رأيت مقامي في الدنيا كرجل بنى بيتا له بابان فدخل من الأول وخرج من الثاني فقال له ملك الموت فكيف بآخر الأمم أعمارها بين الستين والسبعين وتراهم عياذا بالله يعمرونها تعمير من لا يغادرها قط فتعجب نوح وقال لو كنت فردا من تلك الأمة لحفرت قبري مذ خلقني ربي وسجدت فيه سجدة حتى أقوم بين يدينا 65 عام اللي تغرر كل سبعين قال له سيدنا نحلو وكان أنا كنت بذيك الأمة اللي عيشوا 67 عام نحفر قبري ونريع ولذلك يمكن لكل إنسان قبل أن يضع رأسه على الفراش أن يعود بمخيلته إلى الأعوام التي انصرمت أنا عندي 55 شوف هذا 55 عام كي تدرت عش فلا أكاد أذكر منها شيئا كأنني لم أعش ساعة واحدة كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أوضحة حالي معاش قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسألي العادة الحسب اللي كانوا يحسبوا أنا ما قلتش نحسب أنا قلت ما أحس عندي النهار كالساعة والشهر كالنهار والعام كالشهر أنا ما قلتش نحسب أنا من اللي يامة يفوتون قلت بحالي مع الشجاع أنا ما قلت تحسلها جمعة ولا شهر ولا ولو ما قلت تحسلها هذا مشتوى لها بصيف تقاربت الأزمان ومن علابات الساعة أن ينزع الله البركة من الوقت فتتقارب الأزمان قلت سنعرف قابل سنعرف عاش لما عاش وطالما شبهت الحياة تشبيها يشبه هذا الذي في القرآن وفي السنة أقول لهم مثلنا نحن في هذه الدنيا كمثل جلستنا هاته جاء كل واحد من مكانه فاجتمعوا برهة من الزمان فنجحوا في تلك الجلسة بما وقع فيها من ذكر ومحبة وتعاون أو خسروا نسأل الله العافية إذا كان اجتماعهم على معصية والحاصل أن للاجتماع نهاية فبعد قليل سيجد كل حاضر معنا نفسه في شأن آخر هذه الدنيا هذه جلسة لأن مكوثنا في الدنيا كمكوثنا في هذه الجلسة لا فرق ولذلك أنا عندي واحد آية تعالى القرآن لا أنساها ولا تبرح أبدا عقلي آية في كتاب الله لا أنساها وأعملوا وفق توجيهاتها وأستشعرها هي قوله تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن أنت تجد نفسك في كل ساعة في حال آخر يقلبك الله حال إلى حال صحة المرض الوحدة الاجتماعة السجن الحرية العافية لابتلاء المرض الصحة الحياة الموت الشباب الشيخوقة يقلبك الله في الأحوال هكذا ابنا هذه هي حياتنا كل يوم هو في شأن يا إلهي الله وشوف أنت ذاك الحل اللي تكون فيه كتكون في ميت فوت امتحان عن ربي ذاك الحل اللي كتكون فيه كتكون في امتحان إما الصراء ولا الضراء وشوفوا شحال جيبت عن نقطة قرأوا سياد الطلبة أما الإنسان إذا ما ابتله ربه فأكرمه ونعامه فيقولوا ربي أكرم وأما إذا ما ابتله ودامس ابتله الغينة ابتله والفقر ابتله وأما إذا ما ابتله فقدر عيزقه فيقولوا ربي هانني بسيجي خسروا هذا اللي قال أكرماني خاسب وهذا اللي قال أهانني ما أعطنيش خسر وإنما ابتله صاحب المال ليعرف أه يشكر أم يجهد وابتلي هذا بقدر الرزق وبضيق المال ليبلوه أيصبر أم يجع فالله يبتليك في حال الغنى وفي حال الفقر في حال الصحة وفي حالة المرض هذه هي الحياة إذا في المصر أسمها كذا شبهها بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةِ كَهَذَيْنَ وَإِنْ كَادَتْ لَتَسْبِقُونِي وقال حين ما رأى الشمس قبل الغروب يُعَلِّمُ الصَّحَابَةَ كَيْفَ أَنَّنَا نَعِيشُ بِمُحَاذَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ قريب 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 قال لهم ما بقي من أيام الدنيا لتقوموا بين يدي الله للحساب قياء الله كما بقي من يومكم هذا قالوا الغروب الغروب يعني فات بالدنيا هذه 15 القرن رحنا في الغروب وليك ما تتعجبوش إذا رأيتم الفتن التي تقع في العالم العربي والإسلامي كثرة الهرج هذه كلها تهيئ للأحداث العظيمة علامات الساعة الكبرى فعلامات الساعة الصغرى كلها قد ظهرت كلها قد ظهرت هذه الكلمة اللون أن الساعة اقتربت لا إله إلا الله النقطة الثانية أن يوم الحق ويوم القيامة مع ذلك لا يعلم وقته أي مخلوب فلم يطلع الله عليه نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا فاختص الله بعلم ساعة وقوعه يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها إذا سألك سائل متى الساعة قل لا علم لي بها وإنما أرسلني الله لأنذلكم إياها حتى تستعدوا لتلقوا ربكم على خير فيها أنا هذا هو المهمة ديلي أنا مش المهمة ديلي نقول لك بفقاش أنا المهمة ديلي نقول لك وجد رحك رأى قريبة أنا مش جلك ومن عنامات الساعة لا تجد من يذكرك بها فقد أخبر النبي أنه حينما يغفل الناس قبل قيام القيامة من جملة ما يغفلون عنه أو من أعظم ما تتم الغفلة عنه أن يغفل الناس عن تذكير الناس بيوم القيامة يزيد الناس يغفل قوة الدنيا البشرية كذا طلعنا أو دعنا فالفنات رأى العرق دار كذا رأى الشيعة داروا كذا رأى داروا المواضيع تكثر ويكثر حديث الناس في المقاهي والتلفزيون ووسائل الإعلام وما فتح الله على البشر من فتوحات ثمرات التكنولوجيا من علم التواصل والاتصال حتى ضاقت جوجل وقاتلهم رهما بقى ليش المساحة في انت عرضوا الآن يعني بيقول الفضاء عمروه شكت شركة جوجل أن 120 مليون خبر يدون في الثانية الواحدة فهذا أبنعم أبنعم ضاقت سبحانه يا ربي سبحانه قالك باش تقرأ الخبار اللي كيددان وتم معي يش تقرأ الخبار دقيقة خسك 120 عام تعيش 20 عام باش تقرأ واسدي هذي يغباش تقرأ وما ذك بس بشقعة فيها الأخيرة تصيب فيها المشاكل تصيب هذك سيدي خرجك مثلا الخبار ديها المخابرات الأمريكية سنودن وراح أربعان خرجك تقرير في 6750 ورقة على الشي اللي دار السفر تعليبيه في كذا و7890 ورقة مع مرة على قضية وفضيحة تعلو ترقيت و70 ألف صفحة على كذا فرح نغالي فرح نغالي ما فيش قال أخير أقع أخير أقع ما فيه لا إلهة إن الله محمد رسول الله ولذلك فإن الله قال تعالى في محكم التنزيل سؤيل المرة شف الرؤية الإمام مالي قالوا وش حال بقي لنموت قالك شف مالك الموت وقالوا وش حال بقي لنموت لنموت على كل حال هو مهم در له هاك نعم منين درس قالوا خمس أيام خمس دقائق خمس شهور خمس سنين خمس قرون خمس كثير فرفعوا فرفعوا الأمر إلى الإمام بن سيري فقال رضي الله عن أجابك بما هو الحق فإن سؤالك عن عمرك وعن اليوم الموعود الذي فيه تخرج من الدنيا هي من جملة خمسة اختص الله بالعلم بها ولم يعلمها لأحد فقرأ قوله تعالى من أواخر صورة لقمان إن الله عنده علم الساعة يلو وينزل الغي ويعلم ما في الأرحاب وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ولي ذلك شو حجي سقسي عن الساعة لش سقسي عن الساعة لاش سقسي لاروحك لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أماما يسأل أيانا يوم القيامة أنت تسأل متى القيامة لكي تستمر في الفجور زمان القيامة مازال بعيدة باش تبقى وما وخايا بقى لحتى مليون عام أنت تموت ذلك بكتملك تموت ذلك غادي تستفتش عايش أنت عمرك لا يرتبط بالقيامة العظمى قيامتك الصغرى مرتبطة بآجلك وآجلك قد يكون قريبا ولذلكم يسألون أيان القيامة ليفجر أمامه باش يعرف باي اللارة قدمو حياة طويلة أيضا ما زال خصويت متى يقول لك الشباب يقول لك ما زال أنا بروفيتي والصغير يقول لك ما زال أنا صغير والشيباني يقول لك كلما شاخ الإنسان زيدو سبحاني اللي كبار كلما شاخ الإنسان إلا شبت فيه خي سلطان حب الدنيا الفلوس حب المل وحب الحياة يبغي يعيش بزاف ويدا الكموس أحنا مزيرة يكسب العمر ما يبقاش وهو يزيد وسمو يبغي يعيش لذلك يسألوا أيانا يوم القيام عناش ليفجر أماما ها ولذلك السيد من يجي عند النبي صلص يقولوا يا رسول الله متى الساعة فلا يجيبه فقال الراوي كره النبي سؤاله فلم يرد إجابته وقال الآخر لا لا لم يكره ليس من خصى للنبي أن يكره السؤال ولكنه لم يسمعه فظل الصحابة مشوش الفكرة لما هاجم هذا الأعراب النبي بهذا السؤال وهو يحدث الناس فلما أنهى الحديث قال أين السائل قال أنا يا رسول الله ومن حرص الرجل على السؤال ما قاشي النبي ما بغشي يجاو مني نمشي نهار نمشي ما ترشق لي جانا نمشي لا بقاها قالس حتى قلوا نمشي الله سنفر قال له أنا يا رسول الله أصلاح سنفر أنا يا رسول الله أرني كاين قال له النبي صلى الله عليه وسلم إيه واسي وما أعدت لها ما قال له شوفي بخار شوفي إنما أنتم ونذروا من إخشاها وما أعدت لها شو السؤال وشو بالجواب الجواب ولا سؤال قالوا يا رسول متى الساعة قالوا أين السائل قال أعد علي قال يا رسول سألتك متى الساعة قال له النبي وما أعدت لها يا رجل شوفوا الجواب جل الأذكياء قال يا رسول الله لم أعدت لها كثير عمل ولا كثير صلاة ولا كثير صيام غادي عند ربي خاو إلا أنني أحب الله ورسول نفسي اللي عندي فنظر النبي إليه نظرة حانية وقال أبشر فأنت مع من أحبب فقال أنس بن مالك والذي بعث محمدا نبيا بالحق ما رؤي أهل المدينة أشد فرحا من فرحتهم عند سماع النبي يقول المرء يحشر مع من أحب فأنا أحب النبي ولا أعمل بعمله وأحب أبا بكر ولا أستطيع أن اجتهد اجتهاد وأحب عمر وبيني وبين عملي عمر كما بين السماء والأرض فالمرء مع من أحب أو ربي 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 لا إلهي الله وحمد رسول سبحان الله سبحان الله سبحان الله فإذن علم الساعة عند الله علم الساعة عند الله فمن ادعى أنه يعلم وقت الساعة فهو مشرك واحد يخرجوا علينا اللي يما تقال لك في سنة 2021 تقوم الساعة قلوا كذبت شو واحدين في الهند يقولوا 2015 قلوا كذبت شو واحدين قالوا ذيق القيس 2010 الساعة قلوا كذبت وتبين كذب كذبت كذبت الله هو اللي يعرف وكل اللي يمشي عند الدجالين يقول لهم يفوق مت الساعة ربي يقول قل لا يعلموا من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله قالوا من بس الله عليه وسلم في القرآن لو كنت أعلم الغريب لاستكفرت من الخير وما مسني السوء إننا إلا بشير ونذير أنا أبشر المؤمن وأذر الفاجر هذه يا أمان تجيبوا لي القضية أنت أفوق الساعة ولا تعرف الساعة ولذلك فالإنسان في هذه الدنيا ينتظر الساعة اللي هي الموجود يا له لكن عندش علامات ولا معدش علامات اقتربت عند علامات ربك يقول في القرآن في كتابه الكريم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقمي الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بمعلى ساعة شوف أكاد أخفيها إن الساعة آتية أكاد ماشي أخفيتها أكاد ما قال العلماء أكاد أخفيها أي جعلت لها علامات بها تعرف والذك جنبي وقالنا العلامات الساعة الصغرى والكبرى لكي تسلقي هكذا والعلمات الساعة الكبرى سأتكلم عليها في سلسلة في الانترنت أنا تكلم عن هذه العشرة العلامات الساعة الكبرى تكلمنا إن شاء الله تبارك وتعالى على كل هذه العلامات التي ستجي تظهور الشمس من مغربها والدجال ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج والريح التي تأخذ أرواح المؤمنين وثلاث خسوف خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في أرض الجزيرة العرب ونار تخرج من عدن تسوق الناس إلى محشارهم هذه تحدثنا عنها هذه ورئك ربي قبل تقوم القيام إذا نسيت هذه النقطة الثانية هي أن الساعة يعلمها الله الساعة لها علامات علامات صغرى ظهرت كلها ونحن الآن في انتظار أولى علامات الساعة الكبرى الله فهي الآن قريبة جدا قريبة قريبة جدا لا إله إلا الله محمد الرسول الله النقطة الثالثة أن هذه الساعة القيامة نكمل إن شاء الله فهذه إن شاء الله تعالى أن القيامة هات من خصائصها أنها لا تأتيكم إلا بغتا يا سبحان الله حتى وحد ما يكون فاطم بالله غد يجي الساعة ربي يقلع بالعقول يلعب الله كابلي كل شي يكونوا مشغولين عليها ته وحد ما يقول غدتكم الساعة فهي لا تأتيكم أي جمعين أي كلكم ليس فيكم استثناء واحد يمكن أن يخمن في تلك الليلة أو يستحضر مسألة قيم الساعة لا ينزع الله ذكر الساعة من عقول أولئك الأحياء حينها ومن قلوبهم فهم يعيشون في غفلة فتأتيهم بغتا وحد يكون غادي يشرب الماء يدير هاك ويبقى داير هاك ما يفصلوش للماء واحد يشرب الماء ويبقى داير وواحد قالنا بيكونوا يبتبايع الشراء وفي السوق على الغنم راح باعلوا تفهم ما باعلوا خمسين ألف ورا غادي يعطي خمسين ألف اجبدا خمسين ألف بقى داير هاك ولأخور داير هاك هذا ما زيد الليل باش تقدم وهذا كما كبضاء يعني تأتي لتبهة الناس لا تأتيكم إلا بغدا يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين يؤمنون بها مشفقون منها ويعلمون أنها الحق هم مشفقون المؤمنون منها فهي لا تأتي إلا بغدا ولاش الناس تجيل لما كذا بغدا علاش علاش ما فيهم حتى وحد يذكر ذاك شا علاش قلوا علاش لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق فليس على وجه الأرض عندما تقوم الساعة من يقول الله أولئك الذين تقوم عليهم الساعة يخرج فيهم الشيطان فيقول أنا ربكم فيسجدون له فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق وليس فيهم من يذكر اسم الله على لسانه الله هذكروا غافلين هذكروا قعد مناكر يديرها لأن المؤمن اللي غد موتوا مع عيسى عليه السلام تجي واحد الريح وتديهم كل شي من كان في قلبي مثقال وضرت من إيمان تهب ريح ونسيم طيب تجي هكذا السوق وتبقى فيتا مؤمن في وسط عشر لذلك الريح تجي ها وتفوت له هنا فتستل روح ويبقى وذلك تسعين في تم وتزيد ها فحين ما يموت كل مؤمن يهيج الناس ويموجون كالحمر الوحشية لا يعرفون ربا ولا قبلة ولا وضوءا حتى اسم الله ما يبقاش اللي يكون يقول اسم الله يديه سيدان قالهم حذيف بن يمان قالهم يجي واحد لوقيت قبل بالساعة يبقوا شي ناس يقول الله يقولون الله الله قالوا يا حذيف لأن حذيف هو أعلم الناس بأخبار الساعة أمين السر قالوا اسم تنفحهم الله اسم قال لهم تنجيهم من النار وتدخلهم الجنة اللي قال الله تنمى هو من أهل الجنة ذاك الزمان تجي عنده الريح وتدي يتحسب مؤمن او يا سيدي ربي يا سيدي ربي يا سيدي ربي لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق ولا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله يغفل الناس ويبتعد الناس عن دين الله وحنا رحها في الطريق دياله رميز عقو على المسلام إذا إن شاء الله تبارك وتعالى قلت بإبن الله سبحانه عز وجل إن اتعاد الناس عن هذا الدين رحوا باي ولا ما بينش رمي باي رمي الله يحفظي اسم ويدينه رميز عقو على الدين بارح واحد شيخ واحد من العلمة ديال اللي زار قالوا مش شرب مش حرام وقالهم الحيجيب مش مفروض رح جوه جوه مش مفروض خلص ما رحنا وصل شتذك الشرط المشكل في اليوتوب الشيخ قداش ديال الأزرق يقولوا شكون قلت لكم اللي شرب حرام شكون قلت لكم الحجاب فرض وربي أو قلت لك قال له لا ما حرمش ما قلتش تدربي حر يمت عليكم قل لك يسمعني الله عجيب الغريب يسمعني عجيب الغريب واحد سيدرسل لي شي رسائل كيقول لي أنا كنت تلميذ ديالك وظرك أنا يدرت وح الموقع وكنت متبعك ولكن أنا يا الآن الحمد لله حصلت راني مشيت قريت وتضلعت راني تعلمت وظرك أنا ما بقيت شي تقابض الدين ديالك رضرك الله يخليك إلا بغيتني ولي الدين ديالك تجاوني علي هالأسئلة كل الأسئلة اللي ديالها يستهزأ بربي وبالنبي والآن يدخلو له والآن واحد عادات ديال الشباب من المسيحيين والشيعة فيه كل كلام كل القدح في كل شيء أنا أنتك تجيب العلمات دا الساعة نسأل الله الثبات في اللقاء القادم إن شاء الله في سلسلة ذلك اليوم الحق نتحدث عن الإرهاصات الأولى ليوم القيامة ما الذي سيقال وصل الله على حبيبنا محمد